بسم الله الرحمن الرحيم تتبعها الرادفا قلوب يومئذ واجفا أبصارها خاشعا يقولون أئنا لمردودون في الخافرا أئذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ألأتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس قوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتغشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فلادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله الله لكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أبناها رفع سمكها فسواها وأقطش ليلها وأخرج ضحاها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان معساها وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يربثوا إلا عشيا كأنهم يوم يرونها لم يربثوا إلا عشية أو ضحاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة